اهلا بكم من جديد تبنت القمة الاولى لتكنولوجي العقار الخليجية 2019 المقامة في مملكة البحرين الحلول التكنولوجية على مستوى مساوين لما قامت به الصناعات التقليدية الاخرى حيث تتمتع مملكة البحرين ببيئة حاضنة للقطاع العقاري الذي يشهد تطورا ملحوظا عاما بعد عام المزيد من التفاصيل في التقريب التالي نظرا لتوافر فرص عديدة وارضية خصبة في مملكة البحرين وتواجد بيئة مثلة أمام المشاريع في هذا القطاع العقاري الصاعد أمام أبرز القيادات والشركات في قطاع التكنولوجيا نظم مجلس التنمية الاقتصادية قمة تكنولوجيا العقاري الخليجية 2019 وذلك بالتزامن مع وجود حزمة مشروعات إنشائية جديدة في مملكة البحرين ما حطينا شركات التكنولوجيا تتكلم في البانلز سونا العكس يبنى الملاك يبنى المستثمرين يبنى قطاع الحكومي يبنى الكنسلتنس في هذا القطاع يون هما يقعدون يتكلمون عن الفرص والتحديات اللي يتواجهون في البزنس مولهم والشركات خلناهم في الأولينس عشان يسمعون هالمشاكل ويأخذون هالفرص وإن شاء الله يجعلوننا بحلول تفيد المجتمع وتفيد الكميونيتي الخليجي ككل المخرجات ورد بدأت الحمد لله من آمد في عندنا شركات بدأت تتركز طالع السوق البحريني والخليجي مملكة البحرين سعت إلى توفير الدعم الأولي للشركات والمستثمرين الساعين للاستفادة من المزايا التنافسية التي تتيحها المملكة وقد جمعت القمة عددا من أبرز القيادات والخبراء في القطاع العقاري والتكنولوجيا العقارية تحول جذري في مجال التطويل العقاري قاعدين نربط التكنولوجيا بقطاع التطويل العقاري والشكر موصول طبعا لمجلس تنميل اقتصادية على هذه المبادرة والتي تجمع جميع القطاعات تحت سقف واحد اليوم نحن نشوف شركات تطويل عقارية مع المصارف مع المنظمين للقوانين اللي هم مريرة تحت سقف واحد يتكلمون لغة واحدة وقاعدين ينظمون هذا القطاع المهم أنا سعيد جدا بالتنظيم وكذلك بمخرجات هذه الفعالية وأيضا بالحضور صراحة حضور من مختلف دول العالم وهذا اندل على شيء فهو يدل على الحكومة البحرينية متجهة بشكل قوي جدا وهذا من سنين حقيقة وليس شيء جديد يعني لأن تكون البحرين منطقة إلى استقطاب البزنس من جميع انحاء العالم ويأتي انعقاد هذه القمة في ظل المساعي التي يبدلها مجلس التنمية الاقتصادية لجعل المملكة بيئة داعمة للأعمال المستندة إلى التكنولوجيا وذلك على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذه القمة ساعدت عن طريق الحلول التكنولوجية في لعب دور مهم من خلال تجسير الفجوة والتواصل بشكل مباشر مع احتياجات السوق العقارية في مملكة البحرين طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ونتبع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية وإلى أسواق المملكة المشاهدين ومع بورصة البحرين فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع بنسبة 0.68% مقفلا عند مستوى 1513 نقطة وشهدت التدولات اليوم من خفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليون وثمانمائة وألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 348 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 54 صفقة وجاء في صدارة التدولات اليوم أسهم قطاع البنوك التجارية ننتقل إلى البورصات الخليجية ونبدأ القراءة سريعا مع السوق المالية السعودية التي أقفلت بتراجع بنسبة 0.72% وقفلت عند مستوى 7770 نقطة بورصة الكويت أقفلت على تراجع بنسبة نصف نقطة مئوية وأقفلت بتراجع عند مستوى 6069 نقطة سوق بوظبي كانت الرابحة الوحيدة في تدولة اليوم بارتفاع بنسبة 0.19% بإقفال عند مستوى 5170 نقطة سوق دبي المالية أقفلت على تراجع بنسبة 1% تقريبا بإقفال عند مستوى 2849 نقطة وأخيرا سوق العاصمة العمانية أقفلت على تراجع بنسبة 0.19% وأقفلت عند مستوى 4000 نقطة قال وزير صناعة وثروة المعدنية السعودي بندر الخريف إن صناعة الحديد من أهم الصناعات التي تحاول الدول أن تمتلكها كونه يبنى عليها العديد من الصناعات وبين الخريف أن السعودية تمتلك صناعة قوية فصناعة الحديد تبلغ تقريبا 14 مليون طن داعيا المستثمرين الأجانب والمحليين لتوسيع إنتاجهم خاصة في الصناعات النوعية للوصول لصناعات ذات قيمة مضافة وأفاد أن صناعة الحديد صناعة استراتيجية لأي بلد مفيدا بأن الاستثمارات الموجودة في المملكة جيدة وفي حاجة إلى زيادة في الاستثمار خاصة في المنتجات ذات النوعية العالية حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط في مجال التحول إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت IPV6 وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن كل من منظمة رايب NCC شركة أكامي لتكنولوجيا وشركة جوجل وسيساعد التحول نحو الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت مزودي خدمات الإنترنت في توفير الخدمات كما سيكون له أثر إيجابي كبير في تطبيق تقنيات الجيل الخامس من شبكات الهاتف المحمول والتحول الرقمي في الدولة توقع المجلس العالمي للسفر والسياحة ارتفاع نسب المساهمة المباشرة لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط إلى 133.6 مليار دولار أمريكي بنسبة 4.2% سنويا وذلك بحلول عام 2028 ويعتبر سوق السفر العربي من أبرز الأحداث في قطاع السياحة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسب أبرز المتخصصين في هذا القطاع وقالت دانيل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي إن الفعاليات والأحداث في مختلف القطاعات باتت أحد العوامل الرئيسية لجذب المزيد من السائحين والزوار من الخارج أشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل هواتف آيفون الجديدة تتلقى إقبالا شديدا من قبل المستهلكين ومبيعاتها في الأيام الأولى تتخطى التوقعات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأن الرسم الجمهورية مع اليابان بعد إدعائه مرارا أن توكيو تتمتع بمزايا غير عادلة في التبادل التجاري الثنائي بين البلدين وكان ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو أبي قد صرح الشهر الماضي أن الاتفاق على وشك الانتهاء وأنهما يأملان في توقيع رسمي خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق في سبتمبر وفقا لوكلة فرانس بريس قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن هناك شكلا جيدا لصفقة البريكزيت لكنه ليس بضرورة أن يكون مضمونا وقال جونسون أنه هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق وأنه يستطيع أن يرى شكلها ويمكن للجميع أن يروا ما يمكنها فعله تقريبا وأضاف أن هذه لحظة صعبة ولكنه يريد الجميع بأن نظن أن صفقة البريكزيت أصبحت مؤكدة وسيكون هناك عمل شاق يتعين القيام به خفضت وكالة موديز للتصنيف الاعتماني النظرة المستقبلية لهونغ كونغ من مستقرة إلى سلبية مع استمرار الاحتجاجات القوية في البلاد وكانت وكالة فيتش خفضت تصنيف الاعتماني لهونغ كونغ لأول مرة منذ عام 1995 عند مستوى AA بدلا من تصنيف السابق AA Plus وقالت وكالة موديز في بيان لها إن قرار تغيير النظرة المستقبلية لهونغ كونغ يدل على إشارات سلبية يثير قلقا متزيدا من حدوث هذا التحول على الرغم من الخطوات الأخيرة التي انتهجتها حكومة هونغ كونغ لاستيعاب بعض مطالب المتظاهرين ونتابع الآن أبرز مؤشرات لأسواق العالمية وأسعار النفط المعدن الرئيسية حققت هواتف آيفون الجديدة أرقام مبيعات جيدة للغاية بعد إطلاق الجهاز الأحدث مؤخرا مقارنة بالنسخ السابقة التي أطلقت العام الماضي وكانت أبل أعلنت الأسبوع الماضي خلال مؤتمرها السنوي إطلاق ثلاثة هواتف جديدة حملت أسماء آيفون 11 وآيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس ويقيس المحللون الطلبة على الهواتف الذكية عبر معادلة تشمل الشحنات المطلوبة وأوقات التسليم المتوقعة فكلما زادت الكميات المطلوبة زاد الوقت المستغرق لوصولها إلى المستهلكين